تحت رعاية سعادة السيدة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة أقيم الاحتفال بمناسبة يوم الطبيب البحريني بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة إلى جانب مشاركة ثلة من الأطباء المكرمين ويعكس الاحتفال حجم التقدير الكبير لجميع الأطباء والطاقم الطبي في البحرين على ما يبذلونه من جهود مخلصة وتضحيات كبيرة من أجل صحة المجتمع وسلامة قاطنية إن تحديد يوم للطبيب البحريني تحتفل به البحرين في أول يوم أربعاء من شهر نوفمبر من كل عام يعد اعترافا مطلقا بمساهمات الأطباء في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وصحة مجتمعهم من أي اعتلال قد يحل على أفراده مانحين جل وقتهم ويؤثرون على أنفسهم لإنقاذ العديد من الأرواح الأمر الذي يعكس صدق أدائهم وإخلاصهم في عملهم النبيل بما ينسجم مع شرف مهنة الطب التي تؤطرها جملة من المواثيق الحافظة لحق المريض في تلقيه للعلاج المناسب وصون كرامته وفعلا الأطباء أثبتوا كفاءتهم وجدارتهم في تحقيق النجاح لمملكة البحرين وهم يستحقون طبعا كل التقدير والسنة على ما بذلوه في الفترة الماضية وأيضا في دورهم العادي المستقبلي والماضي أيضا اللي كانوا يقومون فيه وهذا أقل شيء يمكن نخصص إليهم هذا اليوم للاحتفاء بهم تكريم لقامات وهامات وطنية ما فتئت تؤدي واجبها تجاه المملكة التي ينتمون لها لرفعتها والإبقاء على مكانها الثابت على خارطة الدول التي تتميز بمنظومتها الصحية المتكاملة من مؤسسات وصروح طبية متطورة وصولا إلى كفاءة الكوادر والعاملين فيها ممن يتجلى دورهم في أبحاثهم العلمية والعلاجية والوقائية وحتى الدوائية التي سكنت من آلام الكثير نحن سعداء هذا اليوم بقامة هذه الفعالية بالاهتمام الذي أولي للأطباء بشكل عام ولأطباء الطب النفسي سعداء اليوم بتواجد سعالة الوزيرة وتكريمها للأطباء ونأمل إن شاء الله أن يكون هذا في دافع كبير لهم لمزيد إن شاء الله من العطاء والتميز وهم بدون تكريم يسعون دائما حق خدمة المرضى على أرقى المستويات وإشادة للدور الكبير اللي قمنا فيه وخاصة خلال جائحة كورونا بالإضافة للعمل الروتيني اللي نقوم فيه اللي الحمد لله إن شاء الله ما بيكون فيه أي تقصير يوم الطبيب البحريني هو يوم يعني رائع صراحة فكرة جدا ممتازة وبالعكس تعطي دافع لجميع اللي يشترون في الحقل الطبي من أطباء وغيرهم دافع أن يواصلون تعليم وواصلون تدريب وواصلون أن يتعلمون كل الأشياء الـ evidence based medicine والresearch في نفس الوقت عشان نقدر إحنا نطور في هذا القطاع نقدر إحنا نطور في هذا الحقل ما يفيد مملكة البحرين هو يوم شكر وعرفان وتعظيم للدور الإنساني الذي يؤديه أصحاب الرداء الأبيض ممن يهبون إلى مداوات من اشتد بهم المرض بوطأته ليخففوا عنهم ما أصابهم من أسقام بعدما تتداعى ضمائرهم الحية لإلاج كل نفس أرحقها الألم ليتحقق لها فيما بعد السعادة بالشفاء والنعيم بالعافية التي لا تقاس بأي مقياس ولا توزن بأي مكيان ولا تضاهيها كنوز المال الاحتفاء بيوم لتكريم الأطباء البحرينيين بمختلف تخصصاتهم يأتي نظير ما يقدمونه من خدمات تحافظ على صحة الإنسان في البحرين فدور الحكيمي بتطبيبه لا يقتصر على تقديم العلاج فقط بل بما يقوم به من إبحار في عديد القضايا والأبحاث الصحية التي تبقي على مؤشرات الأمن الصحي في أعلى مستوياتها الإيجابية داخل كل ركن من أركان المجتمع المحلي التلفزيون البحرين حمد أرشادات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر